السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشاء السيارات حلقة النهاردة هتكون التقرير النهائي لجيتور اكس 95 بعدما افردنا لها اكتر من حلقة فصرنا فيها كل جزء في السيارة بدءا من الشاشات الاضاءة المحرك نظام التعليق كل جزء فيها افردنا له حرقة منفصلة الموضوع عجبكم جدا وكتبتولي في تعليقات كتير ان انتم حابين انتم تشوفوا نمس الطريقة على اكتر من سيارة انا عن نفسي مش عندي اي مانع ان انا عمل لكم كده بس كل المطلوب منكم ان انتم تطلبوا من وكيل السيارة اللي انتم حابين تشوفوها بالطريقة التفصيلية دي ان هو يوفرها لنا لفترة كافية بنشكر مجموعة نور الدين الشريف ان هما وفرونا السيارة جيتور اكس 95 لمدة 10 ايام فقدرنا ان احنا فعلا نقف على كل المميزات وعيوب العربية وقدرنا ان احنا نخرجها لكم بالطريقة اللي انتم شوفتوها دي الطريقة التفصيلية مبدئيا مين هي شركة جيتور شركة جيتور هي فرع من فروع شركة شيري الصينية شركة شيري اللي المفروض ان هي شركة صينية حكومية لانتاج السيارات وتعتبر ثامن اكبر شركة صينية في الانتاج وتعتبر من اسرع شركات السيارات عموما في الانتاج او في التطور طيب الشركة دي المفروض ان هي انتجت تحت منها ثلاث فروع جيتور وكوروس وإكس سيد المفروض ان الثلاث علامات دول علامات بريميوم بتقدم فيهم سيارات فاخرة زي السيارة اللي احنا هنشوفها النهاردة كمان فيه نقطة مهمة قوي ان شركة شيري اشترت 50% من اسهم شركة لاند روفر وشركة جاجور من 2012 وبالتالي بدأت ان هي تصنع سيارات لاند روفر في الصين وجاجور كمان زي ما احنا شايفين على الموقع الرسمي بتاعهم الفكرة هنا ان هم استفادوا من الخبرات التراكمية للشركات العريقة دي في ان هم ينتجونا سيارات صيني ولكن بنكهة اوروبية زي ما احنا هنشوف ان شاء الله والعربية يمكن متأثرة كتير قوي بالاند روفر بالنسبة للحجم والشكل والسالون من الداخل طيب دي شركة جيتور نيجي بقى لوكيل العلامة جيتور في مصر مجموعة نور الدين الشريف المجموعة المفروض المقرار الرئيسي كان في اسكندرية والمفروض ان المجموعة دي موجودة في سوق السيارات من اكتر من 75 سنة والمفروض ان هي موزعة رسمي لاكتر من علامة زي فولفو سكودا ستروين بجو والمفروض كمان ان هي بتوزع لسانج يونج وعندها مراكز صيانة خاصة بالمركاد دي مما اهلها ان هي تكون الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر طيب دي كده الوكيل والشركة المنتجة دلوقتي خلونا بقى نبدأ نتفرج على العربية في روفيو مفصل باذن الله ان شاء الله يكون يرضيكم وطبعا انتوا حابين انتوا تعرفوا سعر العربية سعر العربية اللي احنا هتفرج عليها النهار ده هيكون ربعمائة وثلاثين الف جنيه اللي هي اعلى فئة لو حابين تعرفوا سعر اول فئة وتعملوا مقارنات ما بين السيارة دي وسيارات تانية كتير في نفس الفئة بتاعتها ممكن ان انتوا تدخلوا على موقع وتطبيق هتلاقي هتلاقوا في كل المعلومات اللي انتم محتاجينها هسيب لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو طبعا في نقطة اهم هم هنا قبل ما نبدأ تفصيل العربية الاسئلة اللي انتم بعتوها لي على الرفيوهات اللي فاتت اللي هي هل السيارة دي عبارة عن شحنة سيارات وشوية وهتختفي من السوق زي ما حصل مع مركات تانية قبل كده هل السيارة دي اعتمادية هل السيارة دي غيرت فكرتك عن السيارات الصيني للمفروض ان هي بتبقى اوبشن وكمليات وما فيش اي اداء ولا في اعتمادية طيب هل انت كعصام غنايم تشتري سيارة صيني حاليا ولا لسه شوية كل الاسئلة دي ان شاء الله هجاوبكم عليها في اخر الحلقة خلونا دلوقتي نبدأ نتفرج على جيتور اكس 95 كحالة وكسيارة انسى خالص فكرة انها صيني تفرج معها على حالة وعلى قالب قدامنا وبعد كده نبدأ نتكلم بقى في حكاية الصيني بازن الله في اخر حلقتنا دلوقتي يلا بينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو كنتم محبين السيارات الصيني فهتعتبر ان الشكل الخارجي لجيتور اكس 95 مستوحى من اودي كيو 7 اما لو كنت من الكارهين فهتعتبر ان هو التصميم الخارجي مسروق بالكامل من السيارة اودي كيو 7 وده نظرا للاطار النيكال كوروم اللي احنا شايفينه هنا لشبكة التهوية الكبيرة قوي اللي باللون الاسود واللي بداخلها هنشوف هنا في نجوم من النيكال كوروم في هنا علامة جيتور موجودة في النص وتحت منها هنا الكاميرا الامامية اللي بتحقق مع مجموعة كاميرات رؤية محاطية 360 درجة في النسخة الاعلى هنلاقي هنا كمان المكان المفروض ان هو بتاع الفجات ولكن دي لومبات رانينج دي لايت وهنلاقي هنا كمان الاطار النيكال كوروم بتاعها ونطلع هنا بقى للمصابح الامامية الجميلة جدا واللي فيها تكنولوجيا عالية لان المفروض ان هي full LED تكنولوجي من شركة جيتور وكمان هي بتعتمد تكنولوجيا الماتريكس LED الفوانيس الامامية دي متحركة وبتبدأ ان انت بتتحكم كمان في الارتفاع بتاعها والاضاءة بتاعتها قوية زي ما احنا شفنا في الحلقة اللي اتفرجنا فيها على فوانيس السيارة من ناحية غطاء المحرك فواضح ان هو غطاء قصير ولكن شكله جميل ومخطط تخطيط بجميل قوي علشان يعمل انسيابية الهواء والضلوع اللي موجودة فيه دي علشان تقويه وزي ما قلنا بنزود الانسيابية بتاعة السيارة هنيجي نكمل هنا مع جناب السيارة وهنلاقي خط الكاتف اللي بدأ هنا من خط النيكال كوروم اللي موجود فوق الفوانيس ويفضل مكمل معانا داير السيارة بالكامل هنا الروف راك وكمان فتحة السقف البانوراما الكبيرة اللي الفتحة بتاعتها واحد واحد من عشرة متر مربع وتعتبر من اكبر فتحات في الفئة بتاعتها ونبدأ ننزل شوية ونتفرج هنا على خط النيكال كوروم ماسك البابين من تحت ونبدأ ان احنا نلاحظ اكتر من ملحوظة في جنب السيارة اول حاجة طول السيارة المبالغ فيه العربية اربعة متر سبعة وتوانين سنتيم اربعة لخمسة متر فتحس بالطول الكبير ايو بتاعها تاني حاجة هتبدأ ان انت هتلاحظها هو الخلوس الارضي الواحد وعشرين سنتيم دي حاجة جميلة جدا وريحتني جدا وانساء العربية مفيش مطب حرفين بتعلق عليه لو انت محمل ولو انت فاضي كمان هتبدأ ان انت تلاحظ معايا الجنوت العشرين بوصة اللي شكلها جميل واللي لينا عليها تعليق واحنا بقى بنتكلم ان شاء الله على نظام التعليق ان نبدأ ان احنا نتكلم في حكاية الجنوت العشرين بوصة كمل معايا وهتبدأ ان انت تلاقي هنا اجنب السيارة بزجاج مزلل علشان يده خصوصية لان المفروض هي سيارة عائلية كمل معايا في الخط النقل الكوروم اللي مكمل هنا في ظهر العربية بالكامل وهنبدأ هنا نتفرج على سبويلر طاير في كلمة جوتور مكتوبة في النص بعد كده الزجاج المزلل مساحة الخلفية كلمة جوتور تاني وهنلاقي هنا المصابيح الخلفية اللي برضو بتعتمد على تكنولوجيا ليد اطلقتنا ما احنا شايفين بتدي شكل ازي شكل احنا بنسميهة مصر السخنات ونبدأ ان انزل لتاحت ونلاقي هنا الكاميرا الخلفية التبعة ونصhui لنزال الامر للان الماس، بنبدأ ان ن genetic algunas الاو olden وننبدي احنا ن LLC ونلوم الان لمساحة الجنو مجموعة نور الدين الشريف. وكيل السيارة في مصر X95 ال Practicross 350 TD. Corporation GTBcca желt وهناстро designer الريجارية الجانبية ونبدأ ننزل هنا على الديفيوزر الخلفي ونلاقي هنا فتحات العدم اللي نيكا الكروم في الجنبين والمرة الأولى الفتحات دي مش وهمية الفتحات دي حقيقية وفعلا فيه فتحتين عدم في اللجنة بتاعة السيارة ونيجي هنا في الصادم الخلفي ونلاقي هنا فتحات المفرون دي فتحات تهوية لنظام التعليق الخلفي إلا أن هي هنا الفتحات مجرد شكل إنما ملهاش وظيفة يعني مش مفتوحة ونبدأ نتفرج على شنطة السيارة اللي بتكون في الفئة الأعلى بتكون شنطة كهربائية بالكامل زي احنا شايفين هنا كلا طبعا لما بنيجي نتفرج هنا على الجزء الخلف من السيارة والصف المقاعد التالت مقفول فانت معاك مساحة ومشاء الله راحبة جدا وشنطة كبيرة جدا انت معاك عربية قدام مريحة وكبيرة كخمسة راكب ومعاك بقى شنطة حدس ولا حرج أما لو انت حبيت ان انت ترفع صف المقاعد التالت فبيكون معاك هنا مكان شنطة برضو مميزة بالنسبة لعربية السبع راكب لان دايما مبقاش لها شنطة لما ترفع الصف الثالث انت معاك هنا شنطة ممكن تعطي فيها شنطتين سفر وهي هنا حجمها مناسب كنت اتمنى هو يكونها كبير شوية ولكن هو حجمها هنا كويس بالنسبة لسيارة زي ما قلنا ثلاث صفوف مقاعد وسبع راكب وبنلاقي هنا في المنطقة الخلفية هنلاقي هنا التحكم بتاع التكيف الخلفي وده في ريون كامل مش مسألة هوا زي ما احنا شفنا في الحلقة اللي بنتكلم فيها عن التكيف كمان هتلاقي هنا مخرج اتناشر فولت مية وعشرين واط وهنلاقي هنا كمان في السقف فتحات التكيف وكمان فيه سماعات خلفية ازا فهم مهتمين بالصف الثالث مش مجرد ان هو صف كراسي واحنا زي ما شفت في عربات تانية كتيرة بصف كراسي بيروح رزعه هنا كده وخلاص وهو كده ده الصف الثالث بتاعنا تحس انه مضاف على العربية مش مصمم لها لا هنا في الحلقة دي العربية مصممة ان هي تبقى سبع راكب وثلاث صفوف مقاعد ولكن برضو لنا عليه هنا ملحوظة سلبية عليه هنشوفها بإذن الله احنا متفرج على صلونا السيارة تقريبا ده الشكل الخارجي للسيارة زي ما قلنا شكل جميل من الامام ومن الخلف وشكل قوي العربية عرضها متر اتنين وتسعين طبعا عرض كبير ارتفاعها متر سبعة وتمانين العربية ابعادها ابعاد كبيرة ومريحة وكمان قاعدة عجلاتي اتنين متر خمسة وتمانين ونص سنطي فطبعا صالون حدس ولا حرج زي ما احنا هنشوف دولاتي وتعالوا نبدأ نتفرج على دخول السيارة اولا لما نيجي ندخل لها الدخول لها بيكون ازاي يلا بينا جيتر اوكس 95 بتيجي بنظام كيلس انتري زي ما احنا شايفين هنا كلا مفتاحين شكلهم جميل او ظريف بس في هنا ميزة كمان ان المفتاحين دول واحد اسود واحد ابيض يعني ممكن تخصص واحد ليك واحد لمراتك وطبعا اللي هيضايع مفتاحه ما ينفعش ان هو يتهم التاني لهم ضايعه طيب دي اول حاجة تاني حاجة ان احنا بنحط مفتاح كده في جبنة والحكاية دي من الحكاية الجميلة اوي 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 تعال هنا نقرب بقى من العربية عن طريق حاسسات منتشرة في جسم السيارة اول ما بتقرب منها بتبدأ ان هي بتفتح بالكامل زي ما احنا هنا شايفين الجميل بقى هنا ان انت بالليل وطبعا بما انها فيها حاسسات اضاءة بتبدأ انها بالليل تعمل لك احتفالية بقى بالفونيس الامامي والخلف واضاءة وانوار وبتكتب لك كلمة جيتور على الارض ولما بتيجي تفتح هنا بتلاقي العتب كمان معاك منور فطبعا بتبقى ميزة جميلة اوي الميزة التانية بقى في النظام ده ان انت لما بتيجي تبعد عن السيارة وزي ما احنا شايفين دلوقتي بتبدأ انها تقفل نفسها تاني وبتبدأ انها تعمل رفع كامل للزجاج بتاعها على فتحة الباب اولا الباب هنلاحظ ان هو تقيل الفتحة بتاعته تقيل الباب محمل متمون كويس الباب ضخم اوي زي فين هنا ارتفاع قد ايه طبعا ده بيأمن لك دخول وخروج مستريح جدا هنيجي هنا للباب الخامات بتاعته الخامات بتاعته صفت تاتش زي ما احنا شايفين خامات جيدة حلوة ومن الامام والخلف ومن زي عربية تانية اروبة كتير وغالية اصلا وتلاقي من الامام صفت تاتش ومن وراه عامل لك بلاستيك ناشف وده طبعا شوفنا في اكتر من سيارة وانا ده ازعلني طيب نبدأ هنا نكمل مع الخطوط النيكل كوروم هنلاقي هنا المقابد الفضي هنا التويتر اللي خاص بمنزومة الصوت المميزة هنلاقي هنا برضه من اللون الفضي المعدني وهنلاقي هنا كمان عندنا الفرش الجلد اللي فيه تطريز وماش شكله جميل جدا 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 شايفين انتو تطريز المسلسات ده مع المقابد دي كل ده جلد طبعا جلد مميز اوي ونبدأ ننزل تحت هنا للسماعات الامامية طيب هنبدأ ان احنا بقى ندخل السيارة هتلاحز معاك هنا الكرسي الكرسي اللي تصميمه جميل جدا مريح جدا وفيه هنا تهويات كتير واكتر من نوع جلد محتوطون فيه باكتر من تطريز وفيه تفصيلة جميلة هنا بدعمات في الجناب طبعا زي ما احنا شايفين بدعم الجناب هنا طبعا جميل اوي الكرسيين كهرباء ولكن الكرسي بتاع الراكب الامامي ما بيكونش فيه التحكم فيه ارتفاع وانخفاض الكرسي بيبقى امامه خلف والدهر وبس ده كده الدخول الامامي الدخول الخلفي برضو ما بيكونش تميز برضو الباب الضخم اوي نفس الخامات اللي قدام من ورا مفيش هنا اي تحس انه مش بيوفر معاك في الخامة لا انا صارف انا هنا هتلاقي هتلاقي هنا الجلد هتلاقي التطريز الجلد هتلاقي هنا برضو السماعات والتويترات موجودة برضو هنلاقي هنا برضو العلامات المضيئة لكلمة جوتر اللي موجودة في العتا بتاع السيارة وهنلاقي هنا كمان صف المقاعد التاني المتحرك ازاي ركز بقى معايا اولا زي ما احنا هنا شايفين هابدا ان انا اتحكم فيه لقدام والخلف بحيس ان انا اقدر ارتب توزيع المساحات ومش جبرك على حاجة يعني مثلا مش هو صف المقاعد التالت للاطفال ودايق وخلاص لا انت ممكن تقدم الكرسي ده ويبقى صف المقاعد التالت معا مساحة ارجل كبيرة ممكن انت تلغي الصف ده اصلا ممكن انت تقفله كمان ويبقى معاك مساحة رهيبة ورا فيه اكتر من راحة في التوزيع يعني هو مش جبرك على حاجة انا بحب النقطة دي قوي اللي هو ايه اللي هو المرونة في التعامل طيب نيجي هنا نتفرج على الكنب الخلف زي ما احنا نكملين هنلاقي هنا فيه معانا مخدع وسطي هنا موجود فيه تنين كاب هولدر برضو شكله جميل هنبدأ ان احنا نقفل المخدع ده هنبدأ ان احنا بقى عايزين ندخل لصف المقاعد التالت وهنا تكمن المشكلة الكبيرة اللي وجهتني مع العربية دي الحلوات قفلناه تمام وهنا شدناه ده اقصى ما تستطيع الفتحة اللي انت ممكن تعد منها دي دي اقصى ما تستطيع بالنسبة لدخول صف المقاعد التالت انت ما تقدرش ان انت تقفله بالكامل الغلطة دي كانت موجودة في جيترو اكس 70 برضو كان فيها نفس الحكاية المملة دي ان انا مقدرش اقفل الصف ده المفروض صف ده يبدأ ان هو يتقفل فابدأ ان انا ادخل هنا دخول مريح انما هنا دلوقتي انت مجبر ان اللي يدخل يكونوا اطفال بس نظرا لفتحة الدخول الديقة دي اتمنى ان الوكيل يطلب من الصانع بتاع السيارة ان هو يعدله النقطة دي بعد كده ده كده صف المقاعد الاخير الوسطي والامامي وخلينا بقى نبدأ ندخل جوه السيارة ونبدأ نحس بالمتعة بتاعت الصالون الداخلي يلا بينا ودلوقتي داخل صالون السيارة زي ما قلنا الكرسي الكهرباء مريح انت بتقدر انت تتحكم فيه في كل الاتجاهات واول ميزة هنا قبلتني وحسست انها مش راكب عربية صيني الكرسي اللي متشعلق في السقف الكرسي اللي ما بقاش دماغك لازقه في السقف تحس ان انت متعلق في الهواء لا انا ممكن ان نزله لأول تدرجة زي ما احنا هنا شايفين وطبعا ده كده مريح جدا جدا بصراحة مش هاجزب عليكم السوادي الكتير قوي ده فاخن قبل ما نبدأ ان نفتح الشات دي علشان ما شاتتش انتباهكم هنلاحز هنا الخامات هنا الجلد الطري شايفين هنلاحز هنا السابووفر الوسطي الامامي المفروض خاص بمنظومة الصوت هنلاحز هنا التطريز الجلد هنا مكمل معنا في الابواب الشكل العام فاخم جدا هنلاحز هنا بقى التناسق في الالوان مفيش فرح ابن العمدة اللي كنا بنشوفه لا انت في معاك دلوقتي جلد برضو هنا تطريز او خياطة من القماش من الخيط الابيض شكلها جميل هنا اسود بيانو بلاك مع فضي مع نيكا الكوروم تطعمات كلها جميلة مع هنا المنطقة الوسطية دي مع المقود الدي شيب هنا التصميم الدي المجمل فاخم خلونا بقى نبدأ ندور العربية تمام طيب شغلنا العربية بلاك ان انت بقى تتفرج على جمال جمال فعلا اول حاجة شاشة وسطية اتناشر وتلاتة من عشرة بوصة بتديك كل حاجة خاصة بالسيارة كل البيانات عندك هنا السرعة الارب ام المسافة بتاعت الرحلة متوسط لاستهلاك كل حاجة خاصة بالسيارة نظام الوتو هولد ونظام التحزين من النقطة العامية الساعة درجة الحرارة كل حاجة معاك بينا في شاشة واضحة جدا باضاقة جميلة جدا بكنتراست الوان متميز هنيجي هنا للشاشة برضو الشاشة الخاصة بمنظومة بقى الصوت والامتاع وتحكمات كتير في السيارة الشاشة دي زي ما احنا شايفين برضو شاشة اتناشر وتلاتة من عشرة بوصة والشاشة دي بتقدر ان انت تتحكم في حاجات كتير جدا منها زي ما احنا هنا شايفين عن طريق تلات تلات اتجاهات ممكن ان انت تبدأ تتحكم في الشاشة منهم اول حاجة هو التوتش الشاشة التوتش بالكامل تاني حاجة الجوستيك هنا اللي احنا شايفينها هنا وهنتكلم برضو عنها دلوقتي التصميم ده شايفين طيب تلات حاجة بقى هو التحكم من المقود ان انت تقدر من الجنب اليمين هنا تتحكم في الشاشة بتاعتنا دي زي ما احنا هنا شايفين تمام وهنا في المقود هنلاقي هنا حسات او توتش بقى بنبدأ ان احنا نتحكم منها في كل حاجة في منظومة كل ده جميل والتحكمات دي جميلة المقود شكله حل ولكن انا دايقني جدا وكانت حاجة مش ظريفة ان انا التحكمات بتاعت منظومة الصوت موجودة في اليد اليمين انا دايما ببقى ماسك سايق بالشمال والايد اليمين دايما بتبقى حرة الحركة علشان ان انت هتدي نقلة هتتصرف في فتيس هتعمل الحاجة هتتحكم في التكييف فانا عايز دايما الشمال على اللي ووط منها لانا عايز على اللي ووط مسلا بسرعة لا ده مش متاح ده هنا موجود في الجنب اليمين وحططلك مثبت السرعة في الجنب الشمال دي حاجة بالنسبة لي ما كانتش مريحة طيب يبقى ده كده بالنسبة للمنظومة بتاعت التحكمات نبدأ ان احنا ننزل هنا على فتحات التكييف العربية دي فيها كمية فتحات تكييف كبيرة جدا يعني في عندك اربع فتحات تكييف امامية وكمان في فتحتين تكييف هنا في الوسط هنا للركاب الخلفيين وفتحتين تكييف كمان او اربع فتحات تكييف في الخلف يبقى انت اذا معاك هنا كده عشر فتحات تكييف اربع امامي اربع خلفي واثنين وسطي خلفي عشر فتحات تكييف مرتبطين بقى هنا بايه بشاشة تسعة وسبعة من عشرة بوصة المنطقة الكونسولة دي بقى دي نسخ نسخ من السيارة رانج روفر اوتوبايجرافي نفس الشكل ده بالزبط نفس الخلقة نفس كل حاجة نفس التحكمات دي هنا انت عندك طبعا تكييف دول زون بتبدأ ان انت تتحكم هنا في درجة الحراء عن طريق البكرة دي شايفين تمام وعندك هنا كمان التحكمات كاملة هنا فيه سخنات كراسي معترض انا عليها مش حبيبها اصلا ملهاش معنا في الجو الحر اللي احنا فيه احنا مش نقصين ان احنا نسلق البيض علشان نحط هنا تكييف هنا سخن في الكراسي من تحت سلقنا مش نقص اصلا فيه عندك هنا كمان ان انت بتقدر ان تتحكم في التكييف الخلفي هنلاقي هنا كمان فيه الفتح بتاع الشنطة وهنلاقي هنا بقى نظام السبورت اللي احنا نتكلم عليه واحنا بازن الله منجرب المطور بتاع العربية نظام السبورت انه نظام جميل قوي هنا حاطتلك شكل الكراسي ده بالتصميمات دي بحتى الشكل بتاع الهوى ده لما بيجييفتح فوق هوى وتحت ده كل ده زي ما قلتلكم هنلاقي هنا فيه عندك التحكم او بيجيب لك درجة الحرارة الخارجية في الجنب الشمال وجنب اليمين بيجيب لك درجة الحرارة الداخلية هنلاقي هنا كمان من تحت بقى الازرار دي هنا ده نظام منقي للهوى وبرضو ده موجود في رانج روفر وفعلا شغال هتقول لي طبو انت عارفت منين هقول لك جربته يعني مسلا هو دلوقتي عطيك ان الدرجة التلوس الخارجية تلاتة واربعة وخمسة وحاجات كده ده النظر اللي احنا واقفين هنا في مكان على البحر وفي هنا في حديقة فالدنيا هنا الجو نضيف لما بجمش في ظهر العربية او على الطريق او بنقف في مكان في زحمة الارقام دي بترتفع جامد جدا بيتبقى تمانين ومية وحاجات كده وبرضو على النقيد لما بكون واقف العربية في الشمس بتيجي تفتح هنا هتلاقي الارقام دي ارقام عالية اوى مجرد ما العربية بتتهوى وبدأ ينقيها بتبدأ انها تنزل الارقام زي ما احنا شايفين هنا الواحد مايكرو جرام ويمكنوا اللي كنتوا قلتوا له على حكاية ان هو ده خاص بنظام تنقية الهوى ده انا اخدتها منكم من المتابعين بتاعنا فبشكركم عليها المنظومة كاملة بتاعة الشاشات دي كلها وبتاعة التاكيف منظومة متميزة ومستقرة جدا مفيش في عندي اي مشاكل طبعا هوا شايفين هو دلوقتي بيجيب لك بقى نظام التنقية هنا وبيقول لك بره كام وجوه كام الفاكرة هنا يا جماعة ان المنظومة دي مستقرة مفيش فايدة هنيج ولكن بطيقة في التعامل شوية انا بص بص لاحظ كده شوف خدت بلج بياخد وقت شوية على ما بينفز الامر تمام فهي منظومة مستقرة الا ان هي فيها لاج واضح تمام مش هيدايقك بس بدك تتعود عليه نيجي هنا نكمل بقى في المنطقة الوسطية هنا المكان ده فيه تنين كاب هولدر وفيه عندك هنا الفتحة بتاعة اليو اس بي وهنا المخرج بتاع الشاحن الاثناشر فولت هنيجي هنا بقى الجير الجير اللي هو او وهنا المقبض بتاعه منتاز جميل جدا ولما بنيجي ننقل لازم تضغط على زرار التأمين اللي في الجنب ده وبتبدأ ان انت تجيب او او زي ما احنا هنا شايفين كده وبجيب لك هنا العلامات بتاعتنا ولو جبناه في الجنب كده بنبدأ ان احنا نجيبه على خلينا نجرب هنا عديه بيجيبه على ال بتبدأ ان ان انت تزود وتنقص هنا كده زي ما احنا شايفين ويتجيبي النقلة الاولى والتانية زي ما هو بينا هنا على الصباحhta وطيب انا الوقت على اي نقلة وروحت جاي عاивал اوقف العربية اباركنها براهم ان انا بنزل فرمالطة اليد و هي على نقلة بروح ديس على البي بس زي ما احنا شايفين كل حاجة هنا خلاص هندلت هنا بيروح جايب العربية على البي فاصل النقلة و رفع لك فرمالطة اليد النظام هنا ال Понت الليل والان الوقت جاي في اي شارة في اي حاجة وقفت زي ما احنا شايفين برضو وقفت وقف متكرر دست فرمالك الاخر هيبدأ ان هو يفرمل العربية ويلجمها مكانها حتى لو انت شارع ريليك من الفرامل ومش هتتحرك لازا دست بنزين تاني عشان تبدأ تتحرك تاني النظام برضو مريح ومساعد هنجي هنا لنظام الكاميرات التلتمائة وستين زي ما احنا هنا شايفين نظام فعال جدا زاكي جدا في التعامل بيبدأ ان هو سرعتك اقل من عشرين وبتاخد ملف يبدأ ان هو يجيب لك الجانب الداخلي بتاع الملف بتاعك اللي انت بتلف عليه نقاق بتاعت الشيشات والنقاق بتاع الكاميرات واضح جدا وجميل زي ما احنا هنا شايفين يبقى ده نظام التلتمائة وستين نيجي هنا بقى زي ما احنا شايفين زي ما قلنا ان هي بتتحكم في كل حاجة هنا في العربية وبتقدر ان انت تتحكم كمان زي ما شايفين هنا كده تحكماتها سهلة جدا وجميلة جدا بتقدر ان انت تتحكم بقى في الاضاءة بتاعت الاضاءة الاضاءة بتاعت الاضاءة الخارجية بتبدأ نتحكم في حاجات كتير جدا التحذيرات التنبيهات لان طبعا هي المفروض في بنت صينية كده بتتكلم والمفروض ان الكلام ده كله مع التحكمات الصيني مع الحاجات اللي احنا شايفانها بالانجليش دي المفروض ان الوكيل قال ان ليها نزل حاليا بيعالج كل الحاجات دي وكل الحاجات دي هتكون متعربة قريب جدا في هنا اه ملحوظة سلبية كل اللي احنا قلناها ممتاز ولكن في هنا ملحوظة سلبية على النظام ده ان هو لا يدعم لا يدعم في النسخة اللي معايا الابل دي ولا الاندرويد اوتو ولا ولكن برضو الوكيل قال لي ان هو في خلال فترة قصيرة جدا هيكون في معالج كل الحاجات دي وهيضيف ده بالنسبة للناس اللي استلمت هيكون معها ان شاء الله الحاجات دي كلها جاهزة قريب جدا طيب ده كده الصالون زي ما قلنا واسع مريح المنطقة الوساطية ممتازة شكلها جميل هنا هنلاقي هنا كمان في عندنا الجراب اللي بتفتح ده هو الجراب غوية ممكن تعطي في عاجات كتير زي ما احنا هنا شايفين هنا كده تمام وبرضو هنلاقي هنا جلده الجلد هنا بخياطة بلون ابيض شكلها جميل الصالون الامام واسع مريح جميل ده الملخص بتاعه نيجي هنا بقى للمنطقة دي وهتبدأ تفتح تلاقي هنا في اضاقة كلمة جيتر وشكل اجبال كده فتح لك المراية بتاعتك فكرة حلوة جديدة هنلاقي هنا كمان الاضاقة بتاعتنا اللد هنلاقي هنا المراية بتاعتين ازادي تمام هنلاقي هنا كمان الفتحة بقى بتاعت السقف عن نهاية اولا ده الحاجب الشمسي زي ما شايفين هنا كده هيفتح على فتحة سقف منورامة كبيرة جدا 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 ده احنا شايفين بتحقلك بقى اضاقة خلية متعة يعني والناس الصف الخلفي ده هيتمتع هنا معنا الدرج بتاعة التابلوه ودرج التابلوه درج المفروض ان هو بدون اضاقة وبدون تبريد يعني لو كان فينا تبريد كان هيبقى حاجة جميلة قوي الا انه هنا بدون اضاقة وبدون تبريد مساحات التخزين او مساحات اللي انت ممكن تستخدمها في العربية كتيرة يعني انت عندك هتلاقي درج التابلوه كبير هتلاقي عندك هنا اماكن لزجاجات كبيرة والتصميم هنا بتاع الباب بيسمح ان فيه كون زجاجات مية كبيرة موجودة في البابين. هنلاقي عندك هنا في النص هنا اتنين كاب هولدر. ومكان هنا ممكن ان انت تستخدمه ان انت اه تحط فيه الشاحن وكمان اليو اس بي. وهنلاقي هنا كمان معنا الدرج الوسطي. وفي الخلفة برضو في عندك الكاب هولدر اتنين كاب هولدر في المخدع الوسطي. وهنلاقي عندك كمان في البيبان في اماكن لتخزين زجاجات مية كبيرة. واسعة ورحبة وعملية. ده كده الصالون الامام. خليونا نجرب بقى جلوس من الخلف. طبعا الدخول للخلف زي ما قلنا الباب الواسع المريح. داخل مستريح. عندك هنا ممتاز. عندك برغم ان انا بنزل الكورسي الاخر برضو ممتاز. عندك هنا مفيش نفق وسطي خالص. فانت مقعد معك تلاتة مستريحين ورا. الكورسي وتصميمه مريح جدا. وطبعا زي ما احنا شايفين هنا كده. لو انت هتقعد اتنين في عندك هنا كمان مسند وسطي للزراع. وهنلاقي هنا في اتنين كاب هولدر. ده المنطقة الوسطية. زي ما قلنا. ان انا ممكن كمان اقدر اتحكم هنا. شايفين? ممكن اوسعها قد ايه? اهو. تعالوا شوفوا كده? شايفين وسع بقى قد ايه? وسع جدا جدا برغم ان الكورسي برضو مرجعه. انت معك وسع مريح جدا. ممكن هنا. ان انا كده خليه معقول. وابدأ ان انا كمان في الصف الخلفي نشوف برضو الصف الخلفي مريح قد ايه. شايفين هنا فتحات التكيف دي. هنا من فوق للوجه. وهنا الفتحات هنا من نص للراكب. الخلفي وعندنا هنا اتنين مخرج يقصي به ممكن تستخدمهم كشاحن للموبايل بتاعك. ممتاز من الخلف. خلونا نجرب الصف التالي. دخول صف المقاعد التالي. زي ما قلت لكم لاي حد بلغ هيبقى مشكلة جدا. خلونا نجرب مع بعض. من احد الاعداء فهو مريح برغم ان انا حجم كبير مش قليل. هنا المسافة بتاعة الرأس جيدة. بتقدر ان انت تعتبر نفسك ان انت عاد في عربية رياضية بتبقى نزلة بنفس المنظر ده كده. هنا عندك المكان كمان بتاع هنا الركب زي ما شايفين هنا كده. مع مساحة كويزة. حتى مساحة القدم من الاسفل برضو جيدة. فازن الاعداء ورق والله مش مش يعني مش متعبة. لا مريحة بالنسبة العربية تلات صف مقاعد متعودين دايما ببقى الصف اللي وره ده صف شبه ملغة. او ان هو مضاف كده على السيارة. الا ان انا شايف ان هو كويس. عندك هنا فتحات التكييف العلوية هنا بتعمل المتكييف. بتقدر كمان ان انت الصف التالي ده يتحكم هنا في سرعة المروحة بتاعة التبريد. وفي عندك هنا كمان السماعات اللي احنا هنا شايفينها الخلفية. وفي عندك هنا شراعة كمان صغيرة. بس بتحقق لك رؤية برضو كويسة. صف المقاعد التالي مريح حتى الكبار يعني مش هنقول اطفال بس زي ما احنا متعودين حتى الكبار هو مريح. ولكن مشكلته في الفتحة بتاعت الدخول والخروج الغريبة دي اللي المفروض ان يكون لها حل قريب ان شاء الله من وكيل السيارة.